هذه التلال تعتبر جنة محبية الحياة البرية وهم يتوافدون بكثرة على هذه المنطقة النائية في جنوب غربي أغندا لسبب واحد الغوريلا فغابة بويندي هي موطن 400 غوريلا جبلية أي ما يقرب نصف عدد هذا النوع الحيواني في العالم وقد اعتادت على وجود الإنسان أغندا وارواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية هي الدول الوحيدة حيث تعيش ما يجعل مراقبتها فرصة ثمينة تكلف حوالي 600 دولار للشخص الواحد وللجولة هذا يساعد على قبول السار ونحن على استعداد لدفع الكثير من المال لأننا نعلم أن نسبة كبيرة من هذه الموارد يتم استثمارها للحفاظ على هذه الأنواع كما نشعر أيضا بأننا نعيش شيئا استثنائيا الغوريلا الجبلية مهددة بالانقراض من جراء الحرب وتدمير بيئاتها أو المرض ولكن على مدى السنوات الثلاثين الماضي يزداد عددها إلى حد كبير بسبب الجهود التي بذلت لحمايتها ويعود الفضل في الحفاظ على هذه القرد الكبيرة والتي لا تزال مهددة جزئيا إلى التنمية السياحية في هذه المحمية الوطنية نشاط يعود بالفائدة أيضا على المجتمع فبالإضافة إلى مداخل الفنادق ومحلات بيع التذكارات وفرص العمل في المحمية هو يتلقى أيضا 20% من أرباح الدخول إلى المنتزة حتى لو كان هذا لا يؤثر على المجتمع كله فنحن نرى تحسينات كان الناس يعيشون في أكواخ والآن يعيشون في منازل ذات أسقف من الصفيح لذلك نعم السياحة إيجابية ولكن التعايش بين الغوريلا وسكان هذه المنطقة الفقيرة يظل هشا إذ يمكن أن تدمر الحيوانات المحاصلة والمنازل فيما يميل الناس دائما إلى توسيع مساحات زراعتهم والاستفادة من ثروات الغابات كما تهدد الأمراض الإنسانية أجزاء الغوريلا ولمواجهة هذه المشاكل كافة تم إنشاء مناطق عازلة فضلا عن أنشطة مدرة للدخل وبارامج صحية اجتماعية هذه المجتمعات هي المعنية بشكل رئيسي فهي تتعايش مع الغوريلا قبل إدخال تدابير للحفاظ عليها عاشوا معها لسنوات قبل أن تبدأ عملية الحفظ ولا يسال بعضهم ينظر لهذه الغابات على أنها مصدر موارد كالخشب والأعشاب الطبية شعرنا أنه مهم جدا أن نعمل مع هذه المجتمعات لكي نظهر لهم أنها ما زالت مواردهم وأنه يمكن للغوريلا أن تعود عليهم بالفائدة كما أن القرود الكبيرة بما فيها الغوريلا الجبلية هي أيضا ضحية الصيد الجائر والتجارة غير المشروعة ووفقا لتقرير للأمم المتحدة صدر مؤخرا فقد تم الإتجار بأكثر من 22 ألف قرد بين عامي 2005 و2011 ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة